مرغاني والمساحة القادمة نتابع واحد من التقارير التي تحدث عن واحدة من المناطق الجميلة في السودان لكن يسبح لنا أنه أيضا نحيي شبكة مراسلي قناة الشروق التي تمتد في عدد كبير جدا من المدن والولايات السودانية نعم نتابع هذا التقرير وحكاية مكان أجدي نورجع لكم داخل ولاية النيل الأزرق وعلى حدودها الغربية تقع منطقة أجدي وهي لا تبعد كثيرا عن عاصمة الولاية مدينة الدمازين في طريقنا إلى أجدي التي تشتهر بالأراضي الزراعية الخصبة استوقفتنا هذه المشاهد يشكل الرعي مصدر رزق لكثير من أهل ولاية النيل الأزرق وعلى وتي الخصوص سكان المنطقة الغربية التي تبدأ بقرية أجدي فالمنطقة تعتبر منطقة زراعية ورعوية أجدي غرية صغيرة تقع تحت سلسلة من الجبال عرفت هي الأخرى بجبال أجدي فالقرية أشبه بأن تكون قرية سياحية وتزداد جمالا في فصل الخريف وهنا وكعادة أهل السودان وجدنا احتفالا بإرث وتراث أهل المنطقة اشتركوا في القناة النساء يقوم هذا الاحتفال بأغاني حماسية تشجع الشباب وتحفهم لوضع مصلحة القرية وأهلها فوق كل شيء فمعظم الأغاني تلهب شجون الشباب وتدعوهم إلى الزواج عبر أغاني من تراث أهل القرية وبما أن المناسبة كانت للاحتفال بعقد قراني لأحد أفراد القرية أجدي بلزت في الاحتفال الأغاني العاطفية التي تمجل المحبوب وتسكب دموع الشوق على فراطه يلت علي الفرقاة ينهما بقالي حرقاة ما في حكيم بمرقاة ينهما فرها جلتا الدليل سيد من واركة السرباة مشوفت للمرضان شرباة ينهما حزارا دخل معاي زيطان تالهرباة تومت الزلقن داير البطال ما بغلبا مسننا نقي شمزاة رابحة محمود استلهمتها أغاني الفخر والإعزاز بالأهل والعشيرة كانت حاضرة للإحتفال تغنت لكاميرا الشروق وهي تمتدح أبيها على شجاعته وكرمه ومرؤته عند الشدائد أبوي أنا ترجع موس ألا بتدير ألا بتدريب الموس أقوى اللي خوصة دباح لاتي موس كان جيت لجيت ضعيفان باركين تحليب تقلنا فيه ده أبوي أنا ورأي أبو محمد دي جي أنا صد الحداتيني ونلقاهم واتقال أبو ديوانا في الدقري الغواصة المقابلة الحريق ترجع موسيقى أبو محمد ديوانا لم نتمكن من التجوال داخل القرية بسبب ضيق الوقت وكنا نخشى أن يحل علينا الظلام حال مقادرتنا لمكان تجمع أهل القرية الريف الغربي اسم أطلقه أهل ولاية النيل الأزرق على مجموعة القرى التي تقع غربي الولاية فهي منطقة تعايش وسلام عرف أهلها بطيب المحشر والتكاتف والتعابد موسيقى بهذا التقرير مشاهدين نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صباح الشروق اللي كان فيها عدد من الضيوف وأيضا الفقرات نتمنى أن نكونوا فقنا فيما قدمناه وكمان نحب أن نقول دائما ختاما تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعيدنا ونحبنه كل دهبه شكرا أحمد شكرا كل المشاهدين ولا تجبه أحدا يكفي فقط أن تكون أنت هي رسالة لكل الناس اللي يتابعون إذا الواحد استغرر بذاته أكيد سيبدأ في حياته شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة